موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام ومرحبا بكم مجددا في حوارات الفكر والسياسة غير أن اليوم ارتقينا مع سيد نوردين بكروح أن نبدأ من السياسة ثم نخوض في الفكر وذلك على خلفية ما يحدث اليوم في اليمن وكان سيد نوردين بكروح قبل أسابيع تكلم في هذا الحصة في حوارات الفكر والسياسة وتوقع وقوع أو حدوث حرب إسلامية في القريب العاجل فهل نحن اليوم أمام حرب إسلامية في العالم الإسلامي في ظل الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودية رفقة بعض الدول في اليمن وهذا السؤال يجيبنا عنه السيد نوردين بكروح الذي أرحب به مجددا في هذه الجلسة مرحبا بك سيدي شكرا سيد سلطاني شكرا جزيلا إذن تفضل أجيبنا عن السؤال الذي طرحناه الآن هل نحن بصدد تقويم جديد تأريخ جديد يعني دخلنا مرحلة جديدة وهي حرب إسلامية في العالم الإسلامي نعم ما دفعنا إلى ذكر إلى وضع هذه الإشكالية ويعني نهتم بها وندرسها إشكالية إصلاح تصور الإسلام للعالم للأشياء لكل كما تفضلت كنا في بداية هذا المسلسل من الحصص قلنا بالدوافع الذي دفعنا إلى فتح هذا الملف هو الواقع الحالي العربي الإسلامي الذي عانينا فيه نحن وخاصة في الجزائر قبل التسعينيات وحطينا الصلة بين الفكر والسياسة السياسة هي تعبر دائما إما على مصالح إما على ذهنيات على معتقدات والآن دخلنا في مرحلة جديدة بحيث اليوم نشاهد حرب بين الدول في سابق في الأيام الأسابيع الماضية كانت المواجهة بين جماعات إرهابية مسلحة في عدد معين من البلدان والدول وتلك الدول في سوريا في النجيريا اليوم بوكو حرام في لبنان في العراق في سوريا في كل البلدان في الجزائر كذلك في الجزائر إحنا عشنا هو الحمد لله اليوم هذا وراءنا ما بقاش أمامنا أما الآن هو الاستيضام مباشر بين أكبر دولة تمثل ربما السنة وهي العربية السعودية المملكة السعودية ومن جهة أخرى لكن بوسطة الحوثيين في اليمن هناك شبح إيران خيال إيران وراء الحوثيين في اليمن حول العربية السعودية مجموعة من البلدان العربية عددها العربية والإسلامية باكستان ودول أخرى إذن ها نحن ندخل اليوم العالم العربي الإسلامي دخل في مرحلة جديدة لأنه ما كانش بكريء الصدام بين دول بين الحكومات قلنا كان جماعات تهدد دول كانوا لغير أسيمتريك ما يسمى بالحروب الغير متوازنة الغير متكافئة نعم نعم إذن يعني هذه بركة باش نشيره إحنا باش يعني كما تفضل ثنتين عملوا صيلة بين الموضوع اللي أننا نتناولوه اليوم وفي الحصة السابقة والواقع يعني عين عندنا دايما عين على الواقع نعم هل نحن يعني نفلسي في هذا الحصة في هذا البرنامج أو يعني نتكلم هكذا في الفرق يعني تارفا أم نتحدث عن أشياء حيوية تهم حياتنا اليوم ومستقبلنا مستقبل أبنائنا مستقبل الدول العربية الإسلامية نعم الآن سينورديني إذا كان سمحت نزيده يعني جملة بسيطة نحن الآن عرفنا من بداية الصفحة هذه الجديدة يعني اللي هي سابقة بحيث أصبح اليوم الصدام كما قلت ونعود نذكر أنت قلت هذه الكلام هذا قبل ثلث أسابيع عام أربعة أو أربعة قلت بأنه رح نشوف حرب إسلامية عالمية حرب إسلامية عالمية غير مونديال دون لوموند ميزيلمون دون لوموند ميزيلمون نعم الآن رأنا عرفنا من من أين بدأت يعني بدأت حرب سعودية مع دول عربية معها ضد إيران ولكن ليس في إيران بل في اليمن نعم المخرجات تحتها الآن هل ممكن نتوقعها يعني مستحيل توقيعها الآن يعني في الظروف الحالية لأنه وراء هذه الحرب العالمية الإسلامية هناك مصالح عالمية هناك استراتيجيات موضوعة من قبل قوى مثل أمريكا مثل إسرائيل مثل روسيا يعني الآن الصراع الحرب داخل البيت العربي الإسلامي أما المحركون يعني الاستراتيجية التي تحرك هذه الحرب هي يعني عندها دوافعها الخاصة وتدفع لهذا الاستدام بين الشيعة والسنة لأنه الآن يعني المعادلة هكذا في لبنان استدام كبير بين الشيعة والسنة في اليمن نفس الشيء الحوثيين ينتمون إلى الشيعة والسنة في العراق نفس الشيء أغلبية شيعية يعني تحكم اليوم يعني وعندها يعني في المقابل السوني اللي ما مش قابلين هذا الحكم في سوريا نفس الشيء يعني طائفة يعني علوية نعم تحكم يعني الأغلبية وهذا راح يعني تكون له يعني إنعكاسات على باقي الدول لأنه دوك ما بكاش دولة تبقى تقدر تبقى على معزل تبقى يعني على الهامش مثل الجزائر مثلا موقف الجزائر الذي لم يتبين لحد الساعة اللي نتكلمه فيها نعم بوضوح لذن هذا دخلنا في عهد جديد وفي يعني في تصاعد جديد والآن بانت الحقائق على وجهها الحقيقي البرنامج النووي الإيراني لماذا وضعه في عمق هذا الحدث هذا نعم عنده علاقة عنده صيلة لأنه العرب الدول العربية المجاورة تشعر باللي البرنامج النووي كان تهديد ليس على إسرائيل بل على الدول الخليج وما مدى صحة هذا الأمر هذا إذرك يعني نعرف نحن بالكاين يعني نزاعات بين إيران والدول الخليج منذ عهد الشاه قبل مجيئة للحكم الإسلامي في الإيران نعرف الجزور تعد الإمارات العربية اللي احتلتهم في عهد الشاه إيران في سبعين وسبعين احتلوه يعني بصفة بالقوة إذن كاين يعني خلفية وهذه الخلفية بدأت تظهر وتطلع يعني الوجهة اليوم الأمور توضحت ماش قضية إرهاب نعم ماش قضية جماعات إرهابية المحركي هذه الجماعات ظهرت اليوم رأينا نشوفه اليوم كيف يعني دخلنا في عهد جديد ما نعرفوش كيفاش نخرجو كما مثلا أميريكا عندما دخلت في الفيتنام في الستينيات ما عرفتش عرفت كيفاش تدخل لكن ما عرفتش كيفاش راح تخرج منها وفي باقي البلدان يعني في ليبيا رأينا نشوفه إحنا ولو ما كانش وجود شيعي في الأخوة لكن كاين جماعات ومسلحة إسلاموية كما في في النجيريا أيضا نعم إذن يعني يعني العالم الإسلامي اليوم أرى هو يزيد يعني يغرق في السراعات وفي حروب جديدة غير مألوفة إذا كان سمحت سينوردين يعني نغلق نغلق القوس هذا تاع الحرب العالمية الإسلامية اللي تكلمنا عليها اليوم وأكيد رايح يكون فيها جديد وفيها يعني مستجدات وممكن تكلموا عليها مستقبلا لكن إذا كان حبيت سمحت نعود نقول لي لعالم الفكر طبيعة الحال إحنا عالم الفكر كما قلت ما هوش طرفا لا نمارس الطرف الفكري ولكن لما نطرق المسائل الفكرية هي مسائل حيوية لها علاقة وطيدة بواقعنا اليوم وبمستقبلنا المنشود يعني وكأنك اليوم مرك تطرح معادلة يعني وجود أو عدم يعني وجودنا أو عدمنا مرهون بهذا المسائل اللي رأنا نقشوها اليوم وكنا في المرة الحصة الليم لا تتوقفنا عند تصور تصورنا للإله والإنسان كنا طرحنا واحد تساؤلات يعني أنت طرحت تساؤلات هذه وقلت بأننا ينبغي أن نعيد النظر وأن نبحث في تصورنا لعلاقتنا بالله سبحانه عز وجل أن نطرح تساؤلات عن وجود الله عن وجود الإنسان لماذا وجد الإنسان لماذا وجد هذا الدين لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الإسلام هل هو خدمة للإنسان ما أن الإنسان هو في خدمة هذا الدين هذه الأسئلة كلها لماذا بينا اليوم تزيد تبسط فيها يعني إذا كان تكرمت إن شاء الله إن شاء الله بعوني له بارك إذا سمحت لنزيد يعني نقول كلمة فيما يخص الظرف الحالي يعني هذه الحرب العالمية الإسلامية لقيمة اليوم والإخدات يعني الشكل جديد نقول لك بارك حاجة لأنه أسألتني على كيف يمكن أن يكون من هذه الأزمة التي في البداية الأزمة ستكبر تتفاقم ويتدخلون عناصر أخرى في باقي العلم نعطيك برك مثال مثلا أوروبا الدول الأوروبية عاشت يعني حروب طويلة ومتكررة عبر العصور أدت إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى والثانية كان مسرحها أوروبا لكن تدخلت الأمريكا وتورطت اليابان والدول الأخرى سبحث عن حرب العالمية كيف خرج المتسبب في هذه الحروب العالمية الأوروبية المتسبب هم الأوروبيين وخاصة فرنسا والألمان كيف خرجوا من هذا المأزق كل قرن حروب ومئات الآلاف والملايين الحرب العالمية الأولى كتر من عشرين مليون ضحية الحرب العالمية ثانية حوالي ستين مليون ضحية هم يعني فكروا في ترك ترك المعطيات وتصور السابق لمصلحة كل دولة أوروبية واتفقوا على إنشاء وحدة أوروبية على رفع الحدود ما تكونش يعني حدود بين الدول الأوروبية ويعني مشاوا من الميدان السياسي إلى الميدان الاقتصادي داروا عملة نقدية وحدة اليورو إذن يعني منذ مع خروجهم من الحرب العالمية ثانية سنة 45 العالم فكر في تنظيم عالمي جديد الأمم المتحدة الحالية وأوروبا وضعت الاتحاد الأوروبي وهذا تطلب منها حوالي نصف قرن واليوم يتنعمون بالسلم ولأنهم غيروا تصورهم للعالم للمصالح لوجودهم لقض المشاكل يعني استضام المصالح ومشاكل الجوار وللعلاقات بين الدول كذلك نفس الشيء يطرح علينا يتطلب يتعين علينا نحن اليوم وهذا ما كنا ندعو إليه في الحصة السابقة أن المستقبل الإسلامي يمر على وفاق يأتي يوم يصبح الوفاق هذا مطلب لكل الدول الإسلامية ويعرفوا أنه المنبع تعل اختلافات لأننا كنا السياسة تعبر على مصالح وعلى ذهنيات معتقدات ذرك المسلمون هذا لو يعني يخذوا بعلاعتبار الأفكار الجديدة التي ساهموا في بلوارتها أي تصور جديد للإسلام تحديد مفاهيم الإسلام تجاوز تجاوز هذه الفروقات هذه التنقضات بين الشيعة والسنة يأتي يوم خلي حتى يموتوا لهم 4 مستين مليون كما الأوروبيين يفطنوا ويروحوا لهذه الحلول التي نصبوا إليها اليوم أما الآن أرجع إلى سؤالك وحقيقة الحلول للعالم الإسلامي لواقعنا الحلول هذه توجد في سماء لازمنا نطلع نصعد فكريا إلى السماء نبحث عن هذه الحلول لها بشكل الأفكار جديدة ثم ننزل بها إلى الواقع المعاش إلى حياتنا اليومية لأنه قلناها في حصة أخرى بالعنصر المسلم العربي المسلم والمسلم بصفة كونية بصفة خصاة العنصر الديني يعني أثر فيه كثير وكل المستندات كل مراجع المسلم أين يوجد هذا المسلم دائما هي الدينية وإحنا هذه المصطلحات والمفهوم للدين أصبح قديم أصبح يعني غير صالح للمعطيات لمتطلبات العصر معناه تقصد سينوردين إذا كنت سمحت تقصد أنه يستحيل أننا نلغي الإسلام من كعامل سوسيولوجي وكواقع في حياة الشعوب العربية والمسلمة لكن ماش نلغي لا سمحت لي سلطان ماش نلغي نحرر الإسلام من المفهيم القادمة من العلم القادم العلم اللي إصبح اليوم يعني هو لو يدفع لده كنتشوف يعني عبر الشاشة عبر الشاشات عبر الفضائية العربية وفي الدول الإسلامية تروح تشوف المانار تشوف تلفزيونة الإيرانية دول الخالج كل معروفة لقنوات هدو تشوف يعني السيراء قائم هون والناس من العجوزة حتى الطفل الصغير نهار كاملهم يشوفوا في الفضائية العربية الإسلامية الدينية الوطنية الخاصة العمومية يعني كل شعوب كل فرض يتلقى الأفكار يوميا كما نستعمل مثلا يوصلونا أشياء هما يعطيونا مفاهيم يعطيونا يعني وعي معين نفهم أن المقصود سي نوردين هو حبيت أنه وصل معاك الواحد النتيجة وهو يعني عامل الدين في يعني تسير شعوب عامل الدين في لما تحكم أنت شعبك يعني أنت تسير شعب غضوة سيد نوردين بكروح يقول ليا رئيس جمهورية هل يمكن هل يصلح أنه نلغيو الإسلام هل هذا يمكن تصوره يعني حبيت نقولك أنه وقع الدين عند شعوب الإسلامية كبير جدا لا يمكن تجاوزها وهذا واللي حبيت نوصل فيه معاك الآن كيف يكون هذا الوقع كومورون طابيليزي وماترون فالور هذا الوقع هذا هذا هو اللي تقوم به أنت اليوم نعم عندما كنت يعني نشغل بهذا الموضوع في السبعينة وثمانينات وفي الحياة السياسية في نهاية الثمانينات عندما دخلت يعني في السياسة موقف كان دايما يعني أن نقول باللي الحل سوف لا غير ممكن أن يأتي من مثلا العلمانية من تتبيق العلمانية في الدول الإسلامية أو الدول العربية هذا يعني تجربناها في الماضي عبر كامل أتاتورك مثلا في تركيا من بداية يعني من سنة 24 إلى نهاية الاربعينات إلى اليوم في الدول اللي اللي تبنات مثلا البعثية يعني حركة البعث نعم الفلسفات هذه الثورية كلها فشلت كلها فشلت ما كانت وحدا اللي أتت بالله هذا الفشل هو اللي دفع الأمم الشعوب النخب أن ترجع إلى الإسلام لأنه إحنا الإسلام نعيشه يعني عنده علاقة حيوية معنا الإسلام كتر من تريتوار الإسلام يعني هو معتقد يعني نسكنه في الإسلام هو حياتنا حياتنا ولذا تلقى حتى الفكرة الوطنية ضعيفة مقارنة نعم نحن عشناها في التسعينات عندما جاءت حركة الإسلامية في الجزائرية قال لك ما هضرش على الجزائر ولا الدولة الجزائرية الدولة الإسلامية نعم ويعني المفهوم الوطني هذا يصبح ثانوي ما عندهش قيمة وهذا كل حركة في تونس في قوين تظهر حركة ثورية أو إرهابية دائما طالب بالدولة الإسلامية والدولة الخلافة كما فعل الآن يعني كما فعلت حركة داعش هذه هاو القلب الصاميم يعني الموضوع اللي رأنا تناولوا فيه أنت وانا في هذا الحسان يعني وهذا المطالبة بدولة الإسلامية سينوردين أطور واريزون يعني عن صوام أو عن خطأ لكن يبقى تجاهل هذا المعطى وهذا البعد هذا ما يقدرش يمشي في دول يعني في العالم الإسلامي هو ذرك كي يعني مطلب كي نستصبع إلى تحلم بدولة عادلة وإحنا في مخيلتنا في اللشعور في وجدنا فكرة العادلة العدل يعني يعني كي ما يقولون الإنسانية القيم الموثل عندها ربط بالدين يقول لك إحنا هذا كل ما رح ينفعنا ما تكون يعني ما يكون الفساد في الأرض ما يكون هذا القمع ما يكون طغات إذن المطلب موجود لكن الحل غير موجود نعم الفكر الإسلامي لم ينتج يعني عبر كل هذه العصور شيء جديد يتلأم مع العصر ومتطلبات العصر على هذا سينوردين يعني الإسلاميون في الجزائر رفعوا هذا الشعار يعني منذ سنوات يقولوا الإسلام هو الحل نعم ولكن يعني كاين من ردة عليهم وقال والإسلاميون هم المشكلة نعم هذا يعني الشيء عندما ننظر لها آني لكن حقيقة الإسلام يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول لكن ليس بالعلم القادم العلم القادم هذا يدفعنا بركة للحروب الحروب الأهلية الحروب مع الطوائف الأخرى مع الاتجاهات الدنيا الأخرى يعني المسيحية اليهودية كل الشعوب الأخرى لأنه نظرتنا النظرة القادمة يعني النظرة الإسلام وشنه هو الإسلام هو القرآن السنة ثم عامل رجال رجال كما أنت كما احنا هذا العامل القرآن ما فيه مشكل السنة ما فيها مشكل إلا طبعا كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما يعني في المئات الآلاف والعشارات الآلاف والألف من الأحادث جزء كبير يعني نسبوه بركة ومن صنعه ربما أفراد غلط في حاجة ظهر له بليتفكر حاجة بليقالها النبي هو ربما ماشي بليقالها إذن هذا يطلب بحث وهذا نقيم في الحصة هذه ولو يعني بكل الصعوبات وبصيفة نسبية نحن يعني الإنسان هذا يطلب في الحقيقة الكتابة أكثر وأنها شخصين يعني نفضل الكتابة عن تعبير هذا كأنه كان إكرهات الوقت نعم كل هذا كأن إكره الوقت لكننا في قلب الموضوع لا مستقبل لنا بدون الإسلام لكن الإسلام إسلام جديد فكر إسلامي جديد ماش معتقد المسلم المسلم ما يضر أي بشر أي إنسان في الكون بمجرد أنه يصلي ولا يشهد ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ماش هذا هو اللي يخلق مشاكل مع باقي الشعوب ولا باقي الديانة لا أبدا هي المعاملات في الواقع هو التصور للكون التعليم الشي اللي نعلموه لأبناء نحن لتعلم الأفكار لتسود يعني في كل الجامعات الإسلامية العربية الإنسان اللي يتلقى العالم يجيب معه جر معه هذا العلم القديم الميت والقاتل لكن سينوردين حتى يعني المشاهد الكريم ما يفهمش علينا أنك الآن أنت تعلن الثورة على وتتنكر لجهود الذين سبقونا هذا يعني في كل مرة في كل مرة كنا نقوله ونذكره بأنه الذين سبقونا على الأقل الله سبحانه واجهر أعطى لهم أجر الخطأ على الأقل يعني على فرض أنهم أخطأوا أرب العالمين أعطى لهم أجر الخطأ وهما يعني مشكورين على الشيء الذي أدوه لكنهم أدوه لزمانهم وعلى المسلمين اليوم أن يجددوا فهمهم للإسلام بإعمال الفكري البحثي النظر وكنت منذ قليل سينوردين يعني طلعت بين السماء فلما عدت إلى الأرض طير في الحجواء يا نوردين كما كان يقول شيخاني سحنون الله يرحموه للسي عبداللاطيف سلطاني رحمه الله كذلك الله يرحموه سعلي أو السي عبداللاطيف يقول الشيخ عامد سحنون لا أذكر يقول طير في الأجواء يا سحنون يعني يعني علف السماء بالفوق إن شاء الله بيدون يعني إحنا غير بكل تواضع وبيكل يعني بكل صدق يدخلنا في الموضوع وبفضلك أنت اللي دايما يعني رك تصححني وترجعني للسيكة وترجعني لأننا نتكلم هكذا بصفة عفوية ربما ساعة عبي قلت نفضل الكتابة يعني نتحكم خير أما كنا هذر ساعة يبنى دميز عب ساعة ينسى أروح ساعة ننسى أني في حيصة متلفزة والناس شاهدنا ننظم أن نرانوية كبيرة كإخوانة ندردش يعني في موضوع نعم ذلك نعود كما قلت باللي المشاكل في سماء يعني المشاكل في الأرض والحلول في سماء إذا نحب ناخده السماء مثلا نرجع القضية أساسية لماذا نحن اليوم على وجه الأرض لماذا الإنسان البشر لماذا خلق البشر هل خلق كما تقول مثلا آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم صح من جهة أخرى نجهد آية أخرى حول خلق الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلموا ما لا تعلمون هذا رب العلابين باش نهد بصفة بسيطة نهار عول يخلق الإنسان أخبر الملائكة رب العلابين قبل خلق الإنسان كان حول يعني شعب كبير يعني عدد كبير من الملائكة نعم واش كانوا يعملوا الملائكة الملائكة إلا يعبدون يعبدوا رب العالمين ما يطلبوا حاجة ما عندهم احتياجات لأي شيء نعم ما يجتهلكوا شيء ما عندهم مصالح ما عندهم ولا حياة كم احنا مثلا كالإنسان يزوج ويعيش ويخدم ويقضي لكن الله قرر أن يخلق أن يخلق كيان جديد وهو الإنسان البشر نعم قدروا قلوب اللي يربي بيّن أنه مش في حاجة إلى أن يخلق إنسان أو شيء كيان إلا ليعبده هوا عندهم بالعشارة الآلاف حين ما نعرفوش العدد الصحيح لكن نعرف عبر القرآن أنه عدد الملائكة الله يبارك بالآله نعم هاد الآية اللي نجدوها في صورة البقرة حب تقول سينوردين سامني حب تقول أنه إذا كانت نهاية الإنسان هي العبادة الملائكة نعم فلماذا خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان هذه بيّن لك يعني قلت لك أنا أعطيتك هاد في آية أخرى يقول لك هاد في الإسراء تسبح له السماوات السبع نعم والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا يسبح بحمده نعم نعم ولكن لا تفقهون تسبحهم هذه آية أخرى تبت بيّن بل كل الكون كل ما خلق بالعالمين في الأرض وفي السماوات كله يسبح لله إذا لماذا خلق الإنسان الرد يعني التفسير لجوبيه الأوائل العلماء اللولين يقول لك مثلا عند ابن عباس نعم يقول لك باللي باش يفسر هذه العبارة إنه جاعل في الأرض خليفة عندما ربي قر يخلق الإنسان هو الأول إنسان نعم أدم ما كانش قبله شيء نقدر نسميه بللي الإنسان هذا جاب باش يخلف الكيانات اللي كانت قبله أما واش نقدر نفهم واش فهمه القدما هو أنه مثلا نعطيك هنا تفسير تجده يعني عند بالكثير ولا عند البخاري يقول لك ابن عباس ابن مسعود يقولوا باللي هنا هذه تشير إلى وجود قبل خلق الإنسان سكان في الأرض وهم يعني الجن وأفسدوا في الأرض نعم ثم يعني أرسل لهم الله تعالى جيش كان يقودوا إبليس لكن إبليس ما كانش كان عزازيل اسمه قبل ما يتسمى إبليس يعني خدا هذا الآسم تاع إبليس بعدما احتج ضد خلق الإنسان بعدنا نرجع إلى القضية هذه إذا نشوف كيف يكونوا يفهموا القدما العلم القادم لماذا ننفي ولا نحرم نفسنا من فهم آخر من تفسير آخر اليوم باللي ربي خلق الإنسان باش يجعل منه خالفة في الأرض لكن خالفة ليه للإله يعني تكون مهمة تسند للإنسان وهذه محاولة يعني هذا برك يعني رأي أنا ما نقول أنا عالم ديني ولا عالم علمي ولا شيء لكن برك نشاغل منذ نصف خارب بهذه الخضايا نقتر نعطيك مثلا أي لتعلق بالأمانة عندما ربي العالمين عرض الأمانة على الجبال على السماوات والجبال والأرض ورفضوها فأبين أن يحملنها وحاملها الإنسان وكان جغل هكذا إحنا يعني ربي غشفنا كيفاش جاوب الأخر قالهم أنا أعلم ما لا تعلمون أما الإنسان حتى آدم الإنسان أول ما كانش يعرف لأي غرض خلقه لكن الله تعالى ليعلو على كل شيء على كل علم هو يعرف وحنا اليوم لحظة هذه اللي نويك حاضرين ما نعرفوش لماذا دخلق الإنسان لكن وش يتبين عندما نشوف اسمح لي أستاذ منذ قليل يعني ونتا تقول بأنه يعني فهم من كلامك أو على الأقل نلف من كلامك وربما مخطئ وحتى المشاهد الكريم يقدر يفهم هذا الكلام ماذا هو أنه مدام الله سبح زوج خلق الملائكة للعبادة وتسبح وكل شيء يسبح بحمده إلى خيره كل الكون يسبح لله طيب فهل هذا يمنع أنه الإنسان مخلوق للعبادة كذلك يعني بعد العبادة الديمونسيون هذه العبادة هل ننفيوها على الإنسان ما شي ننفيوها نقوله باللي غير كافية ربي العالمين عنده شكون يعني يسبح له وشكون يعمده يعني بدون هوا يعني كل وقته بدون مشكل يقدروا يتعرضوا للشر ولا المنكر ولا الكفر أي شيء نعم وزيتاني هنا يعني يطرح سؤال أخر لماذا خلق بالعالمين كل هذا الكون الكون حين بكري الفهم القادم شوفوا الناس باللي كاين إله فوق السماء وكاين كورة أرضية يعيش فيها الإنسان منذ أدم نعم لكن اليوم تبين يتبين منذ نقول لك عشرين ثلاثين سنة فقط نعم يعلم الإنسان أنه عدد الكورات الأرضية مثل الكورات البلانات يعني اللي كاين في الكون بالألاف الملايير بعدد حبات الرمل نعم كنشوفوا للكون هذا نقوله مستحيل أربي العالمي لماذا خلق هذا الشسعة كان يقدر مثلا لو كانت في الكون كانت غير الأرض فقط والإله فوق السماء تم نعرف نقوله أما إذا كانت ملايير من آلاف الملايير من كواكب أرضية مثل الكوكب الأرضي نعم يا هل ترى من حقنا نسأل قبل يعني في عصور أخرى قبل ظهور الإنسان ما كانتش حضارات أخرى فوق الأرض أو في كواكب أرضية أخرى نعم نحن يعني لازم الإنسان المواطن البسيط يحتك به هذه المعطيات العلمية الحديثة الجديدة نعم كما أنتا تفضلت أعطيتنا صورة تعال رمل حبا رمل العلماء استعملوا هذه الصورة يقولك مثلا تخيل أي مواطني تخيل باللي كل الكمية تعال رمل موجودة في الأرض فوق الأرض وتحت البحار تحت البحور نعم تاخد حبا رمل برك من هذا الكم تعال رمل فوق الأرض تاخد برك حبا رمل هذه الحبا رمل هي تأخد فكرة عن شسعة الكون أعرف باللي كل حبا مرمل تمثل عشر آلاف مجموعة شمسية نحن ننتمو إلى المجموعة له السيستام مجموعة شمسية في هذه المجموعة الشمسية كاين 400 مليار مجموعة شمسية حوالي هذا الشيء الذي اكتشفوه الذي يعدوه الذي تبت وجوده ونعرف أيضا أنه هذا الكون في انتشار ما زال ينتشر يعني لا يوجد عدود له نعم سامحني كيف يعني ربي خلق شيء إلا لحاجة الإنسان هذا يعني شغل تبديل وربي ما يحبش التبديل يعني يعني العلم تسائل من بكري ما شان يتسائل هذا العلماء يتسائلوا لماذا كل هذا هل الإنسان يحتاج هذا بدوك نعطيك صورة واحد وخرى باش نتسائلوا لماذا خلق الله الكون كاين بكري الناس ما يامنوش بربي ما شيء بكري يعني نقوله في الأوساط العلمية في بعض الفلاسفة نهضروا في الغرب في كل العالم كان حضارات الانبنية على عدم وجود فكرة الله عندهم دين آخر بشكل آخر يقول لك ما كاش وجود لله نعم الكون تكون وحده كان صدف واتطورت الأمور منذ 14 مليار وعطتنا هذه النتيجة ما كاش وراء خلق الكون مشيئة إلهية يعني إرادة إلهية ما كاش الإله أما نقول لك برك هذه يعني صورة نعطيها لك ونعطيها للمشاهدين نصوره باللي اليوم العالم الكون يبقى كماره نحفه منه برك الإنسان ما معنى الكون بدون الإنسان هل له معنى ما معنى للإله بدون الإسلام بدون شهادة الإسلام وعنى شهادة الإنسان الشهادة يعني يشهد بوجود الله ويعني يؤمن بالله يؤمن بالتوحيد إذن برك هذا السؤال ممكن نتصوره حنا قد وصلت حاجة صرت حادثة نووية مثلا كاين نعرفو إحنا بلد الدول الكبرى عندها مخازين كبيرة من القنبلة النووية وهذا نتصوره حادثة نحال إنسان من الكون من الأرض واش يصبح الكون وما معنى الكون يا هل ترى موجودة يا هل ترى كاين مخلوقات أخرى في نواحي أخرى من الكون غير الإنسان يعني غير الإنسان أو يقدر يكون الإنسان يقدر يكون الإنسان هنا اللي قلت لك في هذا كي نوصل لها المستمو المستوين بدأوا نستعملوا عبارة علم الغيب علم الغيب هذا ما زمش نحطه هنا في حياتنا اليومية كما يعمل العلم القديم يعمل لك تحب تفتح موضوع تحب تفهم شيء يقول لك هذا علم الغيب لا هذا المصطلح هذا نحطه بداية من السماء السابع وروح الفوق قرب العالمين يعني قرب العالمين هو كي تشوف ودعانا إلى أسمح لي برك بش لي بش أبواب الغيب يعني كاين آيات والإخوان كلك والمسلم يعرفها بالعشرات في القرآن تقول لك بللي ما خلق رب العالمين الكون والأرض والشمس والقمر وكل شيء إلا خدمة للإنسان يقول لك هذه خدمة وضعها لكم رب العالمين وفي الحقيقة ويش نشاهده أنه الإنسان اليوم رأوا يبحث في الفضاء عن أشكال حيات لمكوينة أخرى لكينات أخرى حية الإنسان اليوم يقدر يستطيع أن يرسل يبعث مركبة فضائية تمشي مثلا تروح يبربجوها باش توصل على خمسمائة مليون كيلومات في السماء نعم ويعينوا العلماء تعم مثلا وكالة النازا يعينوا سخرة حجرة حجرة أن روشي في الكون يصير يعني بسرعة عشرين ولا ثلاثين ألف كيلومات للساعة ويبعتوا هاد المركبة للصند وتوصل هذيك الحجرة كيلها أربما مئة متر بدون هذيك المركبة توصل خمسمائة مليون كيلومتر ما تصدم بأي شيء وتوصل لهذه الحجرة والحجرة هذيك رأي تمشي دور بسرعة ثلاثين ألف كيلومتر ساعة وتوصل وتنزل على هذه الحجرة وهذي الجهاز اللي بعتوا الإنسان ياخد صور عن هذه الصخرة وعن أشياء أخرى شوف وينوصل العلم وينوصل الإنسان وهذا تتبيقا لما جاء في القرآن اللي ربي قولك يعني بالليسخر كل هذي الشيء للإنسان إذن الإنسان عنده وظيفة أن يصل إلى مجموعات إلى إلى يعني إلى مناطق من الفضاء جديدة هذا يعني كي يعني جزء من البشر اليوم في المخابر الكبرى في الآجانس هادومان الآجانس دولسباس كما تا أمريكا كما تا أوروبا كما في روسيا كما في الصين كما في الهند يبحثون عن أرض أخرى لأنه يبدو للإنسان أنه يأتي وقت وين الأرض اللي رانا فوقها تصبح غير قادرة على احتواءنا كلنا أو على تلبية احتياجتنا كلنا يعني كبشر ها مورر الإنسان وصل وهذا تسيب آيات موجودة في القرآن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أختار السموات والأرض فنفذوا فنفذوا ولكن ما تنفذوا إلا بالسلطان يعني بعلم يعطيه لك الإله والإله هذا أو يعطينا في العلم هذا منذ بداية خلق الكون العلم الله هو في القوانين في سننه في القوانين التي تحكم الكون العلم العلمي وش يعمل ينظر لهذا التوابط الكونية ويحاول يفهمها ويطلع منها علم معرفة ليتابق مع سنن الله كل العلم هذا يعني مصخر في الحقيقة إلى الوصول إلى فهم الله لكن أستاذ نوردين بكروح لو نوله منذ قليل قلت لي إذن ثم انتقلت من ممكن أنا تفليت من موضوع إلى آخر طيب لكن نعود ونوله إذن مش علاقة الكلام التي تقول فيه مع تصورنا للإله وتصورنا للإنسان وعلاقة الله بالإنسان وعلاقة الإنسان بالله يعني العلاقة شوف العلاقة يعني منطقية إحنا دوكي تسمع الكلام تتبع الشاشات يعني كان دوك بالعشرات الألف المئة بالعشرات والمئات الفضائية تهدو نعم نتبع عن الحصص الديني يعني من بلد إلى بلد آخر كل العلم الأشياء التي تسمعها يعني تشكل هي في الحقيقة تحديد لأفاق المسلم قال هنا هاوليك ينشغل غير بهدي واش دار واش مالدارش هذا وهذا يكتب رسالة هذا يصقصي هذا تزوج هذا تلق هذا عثر هذا ما صامش هذا المرة مش عاش بها يعني حطوا المسلم في وحد الخانة ذيقة حطوا في ينبيل ينبيل إطروات ما لازمش يعني يعتني بأشياء أخرى وطبعا كتسأل العلم كلك لا 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 والأعلم وابحث عن العلم ولو في الصين لكن في الواقع المعاش المسلم يتصور حياته كمجموعة من فرائد دينية وربما شيء منها في المعاملات ويستنى اللحظة اللي يروح لها الجنة لأنه في فهمه والأرض هذه ما يتطولش فيها وعابر برك عابر سابيل ما يتطولش ويأكل شوية وبعد يموت ويستنى في الآخرة اللي رح يعني تكون أبديا ويعيش ويتهناء وما يخدمش هاي كيفاش بابري التصور هذا يعني يمنع المسلم ولا يعفيه من هذك يعني المهمة الأمانة الأمانة اللي تكلمنا عليها في الآية هذه هذه هي الأمانة أنه شوف أرب العالمين ميز الإنسان على كل شيء اللي يخلقوه باش ميزه ميزه بالعلم اللي يعطاهه له في البداية يقول لك يعني يعطاه كيف يعني يسمي الأشياء وآدم قدر يسمي الأشياء بالعلم اللي أتاه من الله ولكن الملايكين ما يقدروا قالوا إحنا ما عندنا شيء علم إلا ما عطتنا نتا إذن وظيفة الإنسان أن يكون خليفة لله للخالق فوق الأرض نعم ليصلح الأرض ليعتني بالطبيعة بالحيوانات الإنسان اللي يميداوي عنده طب عنده عنده فرع من الطب مخصص الحيوانات الإنسان يتكفل لأنه يحتاج لها وكل شيء يعني الكورة الأرضية هذه هي كل وكل شيء منسجم الإنسان هو الوحيد اللي عنده الذكاء في الكون كين الإله اللي هو صاحب العلم المتلق هو يعني ربنا الأعلى هو الخالق لكل شيء أما الإنسان يصبح خليفة في مستوى الأرض لأن هو يتعاطى مع الظروف اللي يعني فيها ويصبح هو خالق الإنسان يصبح ما قولوش خالق لأنه هذا اللفظ مخصص إلى الإله لكن مبدع ماذا يفعل الإنسان؟ يبدع يومياً يبدع الأدوية يبدع وسائل النقل شوف يعني بشأن تمتعو به اليوم منذ خمسين سنة فقط منذ قوله قرن مع ظهرت السيارة وسائل هدو النقل الفضائيات هدو الإساتيليت هدو اللي رم دائرين بالأرض اللي اليوم تدير مكالمة مع مع إنسان بالبرتابل لولا هذو يعني الإساتيليت المتواجدين ما تقدرش تعملها يعني شوف الإنسان واش 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 بدع واش بتاكر واش خلق يا هل ترى مثلا هدوك حنا لو جاء مثلا شيء خلق الإنسان مثلا كان ليروبو ليروبو هذو يشبهون العباد يشبهون وكان ولكن جهاز ذاكي تصور يعني هذا واش حصلت عليه البشرية منذ خمسين عام فقط وهذا منذ وجود الأرض اللي عندها 4 ملاير سن واش رح يدير الإنسان من على ألف سنة هل يتصور المسلم اليوم واش رح يبدع العالم العلم العلمي من على 20 سنة من على 40 سنة رح يخلقوا أشياء اللي ما يقترش يتصور هالإنسان اليوم واشوفو هؤلدنا الإنسان رح يتنقل يمشي يعني بسرعة رح يحوز كيفاش يصل إلى اكتشاف يعني يعني كاربيران كومبستيبل باش تعود اللي فيزي هادوم الصواريخ اللي يرسلها ما تمشيش بسرعة 30 و40 ألف كيلومتر الساعة يعني هذا دور حول كيفاش تولي تتنقل مئة آلف كيلومتر في الثانية في الساعة هوا الشيء يحيي الإنسان يعني لانازا يبحثوا على وقود النوع جديد من الوقود كاربيران يقدر يكون كما يسميه الانتيماتيار لو كانوا يوصلوا إلى استغلال إلى تكييف هاد الانتيماتيار يجعلوا منه وقود لتحريك يعني الفضائي يعني لفوزي هادوم الصواريخ يصبح الإنسان يقرب سرعة الضوء معنى أحب تقول سينوردين هو أنه يعني ربما حرام علينا احنا كمسلمين أننا نختصر خلافتنا لله في الأرض في يعني هذه العبادات اللي هي صلاة صوم زكاة حج اللي لابد منها هي من اللي حال لأنه في الحقيقة حتى هذه العبادات ما تخدمش الله قبل ما تخدم الله تخدم الإنسان بدأتو نعم لأنه ساعداته في وقت ما عندما ظهرت الديانة هذه باش تخلق المجتمعات كانت أفراد كانت يعني دي هورد كما يقولك دي هورد دي جروب هكذاك يعني جماعات من الأفراد يتقاتلوا بنتهم الفكرة الدينية جات في عصر الظلمات باش تجيب شوية ضوء للإنسان تضويله تاريخ السبيل يشوف باش يوصل إلى المجتمعات إلى الحضارة فهو العبادات لازم تبقى ودائما تبقى تفيد الإنسان لكن هذا كان شيء آخر أما يشهد هذه هي الأمانة وحتى الأمانة نقوله مثلا كما جات في الأي يقولك السماوات والأرض والجبل هادو 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 الكينات هادو ما عندهمش العقل نعم ما عندهمش الروح أما احنا نسف فينا الله يعني من روحه هو كما خلق الإنسان يخنص فينا الروح من تعوه إذن احنا يقول لك الإنسان تقبل الأمانة ما نشعردو كاسكوية هل تارى كان فيها حوار كيفاش تقبلها ما نعرفوش هنعرف برك هاد الأيام نعم قلت لك إذن لازم اليوم المسلم هذا يراجع المفاهيم اللي رو بانع لها تصوره للكون تصورنا للعالم للكون للعباد الآخرين أراه يحتاج اليوم إلى تجديد مانيش نقول أنا مانيش يعني نحاسب ولا تتنكر للماضي لا يعني نقول بللي جاء وقت لازم نجددو الاخرين الله يرحمهم واربي جزيهم وربارهم في الجنة واربي طول يعني منهم يعني من مقامهم يكبر لكن حنا اليوم رانك ما ليتاما رانا إيتاما من العلم ما عندنا ش علم عندنا العلم حصرونا في وحد الجهل المقدس ربطوه بالدين وقال لك ري حاك ذاك ونقول لك أنا ونرحوا لخاوتنا لعلماء هذورك حتى ولوا يقولوا أنا سمعت عدة مرات يقول لك ربي العالمين صخر أمريكا أوروبا والعلم العلمي لخدمتنا نحن المسلمين يعني يبقى يتكسل هو ويكسر يعني ويضربها ولا ما يضربها شو قاعد في المشاكل هادو ويقول لك بللي سخر الآخرين إلينا هذا عيب وهذا حرام وهذا مش ممكن ربي يرضى به نعم نطخدم وروح كاش ما يعني تساهم في تحسين الأرض في تحسين يعني وضع الإنسان المسلم أو غير المسلم وضع الحيوانات كاش ما نتعتني تنتابل الحيوانات ولا بالطبيعة ولا بالخدمة هذي كما يقولوا مثلا تشوف المسيحين يعملوا الترافاي ايمانيتار وإن كاين حاجة يروح يجري تلقى هذاك مسكن هذاك لو كوريا ولا لوبراتور ولا يساهم يحارب للبؤس يحارب يعاون الشعوب هذه صرات زلزل هنا يروحوا يجري المسلم ما يروحش يجري يجري غير دارو برك فقط ما أنا حاب تقول سي مردين هو أنه اليوم يعني نظرتنا المتخلفة لمهمة الإنسان لتصورنا مش برك متخلفة مخالفة لمشيئة الله اللي يجعل من البشر ونقول كنا حاجة اللي سمحت لي بركه بس كان يهربوني الأفكار تقول بزاف شوف مثلا كي قرأت لك الآية هذه الآية اللي كانت في اللي جات في وإذ قال ربك للملائكة في البقرة آية رقم 30 إلى 34 وإذ قال ربك للملائكة إن جائلوا هذا علش أعطيتك نعم لأنه كنفتحوا القرآن أول صورة نقرأ وها هي صورة البقرة نعم أما في الحقيقة عندما نرجع للترتيب اللي جابه الوحي كما نزل نعم ما نبدأوش بصورة البقرة نشوف باللي أنه أربي العالمي قبل ما يتكلم عن خالفة إنه جاعلون في الأرض خالفة يبدأ يقول لك بالإنسان يعني خلق أولا هاي الآية كيفش تسلسل وهذا يعني لأنه أول مرة أربي العالمي يتكلم على خلق الإنسان هو في صورة صاد صورة صاد هي جاية في المرتبة 38 وفي نفس المرتبة عن نزول نعم هي وزوج آيات وحد أخرى وحد أخرى صح وم بعد الحوار حول خلق الإنسان يتواصل بين الله والملائكة وإبليس نصيبه يعني كان جزء الأول في صورة صاد وم بعد الصورة ثانية اللي يتواصل فيها الحوار حول خلق الإنسان لأول مرة نصيبوها في صورة الأعراف نعم لكن صورة الأعراف اليوم في الترتيب الأصلي جاية 39 أما اليوم في القرآن الحالي نصيبوها في المرتبة 7 عندما تفتح القرآن إذن تبدأ تقرأ البقرة تصيب فيها يتحدث عن الخليفة زي تواصل توصل للصورة 7 في الترتيب الحالي القرآن الأعراف مش في 39 39 الأعراف الأعراف جاية في صورة 39 رقم 39 الأعراف هي اللي يقول فيها في الترتيب نعم ترتيب الأصلي ترتيب الأصلي هي 39 نعم أما في الترتيب الحالي هي رقم 7 نعم عندما قلت لك نحن كنقرأ الترتيب الأصلي نبدأوا نقرأ هذه في الأعراف ولقد خالقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أسجدوا لآدم هنا عندنا الإسم آدم أما قبل هذه يعني يبدأ يتكلم يقول لك نخلقنا بشر في صاد يقول لك خلقنا من طين نعم يبدأ يخلق في صاد يقول لك إذ قال ربك للملائكة في صاد أول مرة يتكلم الله تعالى يتحدث عن خلق الإنسان هارين قرأها لك صاد آياء 71-72 صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين بشرا من طين هذه أول مرة في القرآن في الترتيب الأصلي هم بعد مروا من البشر البشر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخته فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين هذه المرة اللولة قلناها في ثانية في صورة الأعراف اللي يجي بعد صاد في الترتيب الأصلي ولقد خالقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة إزيدوا لآدم صبح البشر حامل اسم ومن بعد نصيبه آياء ثالثة في صورة إسراء الإسراء الإسراء حاملة رقم خمسين في الترتيب الأصلي أما في الترتيب الحالي تصيرها في المرتبة 17 واش تقول هذه الآية في الإسراء ولقد كرمنا بني آدم إذن جزنا من البشر الآدم إلى بعد بني آدم يعني نصبحوا جزنا من الإنسان إلى لجوريما إلى الإنسانية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل أما السؤال الآية الرابعة هي اللي كنا نقرأ في هذو وإنصبح خليفة في الأرض في الأرض شوف يعني انت سألتني سيدي سلطاني وبرك الله وفيكم وجاوبتك شو واعتادر يعني كنت ما انت قلت لي عيدة ما تقول لي الجدوى من كل من ترتيب الأصلي وإحنا نصلي مهما كانت معرفة الترتيب الأصلي الترتيب الوحي للقرآن يسهل الرؤية يسهل فهم القرآن يصبح يجعلنا نفهم أفضل المنطق المتواجد في القرآن لكن عندما تغير الترتيب يتغير المنطق هني قلت لك دوك تبدأ إحنا نصبناها هنا صاد الأعراف إسراء والبقرة أما في النظام هذا كيف تفتح القرآن كيف مرهو ذرك تسيب مباشرة البقرة نعم الأعراف صاد الأعراف 17 الأعراف يعني العكس يعني إسراء بعد صاد هذا هو هذا هو إحنا عطينا يعني جبنا يعطينا أمثيلة مش نبينه بالليه هذا مش هي هكذا كبير كانت جيت نلعب ولا حبيت نشكك في القرآن أو ندفع للناس بشيحير لا أنه قراءة القرآن كما راهو مليح وقلنا راهو باقي كما هو لكن الإنسان اللي حبيه أكثر يرجع للترتيب الأصلي تتوضح له الأمور أكثر نعم وهذا يعني ميدان الباحثين والعلماء وكذا لكن سيد نردين يعني إذا كان سمحت لي نعطيك المناسبة في بعض تعليقاتك ده في صفحة الفيسبوك تاعك كين واحد يقول باللي أنه القرآن بهذا الشكل هذا غير مفهوم يعني بهذا الترتيب هذا غير مفهوم نعم غير مفهوم شوف غير مفهوم دوك يعني باش تفهم القرآن لازمك تمر على العلم على علم التفسير علم الحادث نعم نسخ المنسخ يعني عدة أشياء يعني تلجأ أما إذا كان الترتيب الأصلي أنا قلت لك أنا كيفش بديت نشغل بالموضوع هذا لأني يعني وجهته في صغري كي بديت كنت أني كتبت لك مقالات عديدة كتبت شيء كبير حول الإسلام لكن لما يقول هو غير مفهوم سينوردين هل يعني يسلم له بهذا العبارة على إطلاقه تقدر كما رأى موجود اليوم القرآن الكريم تقرأ لك الأجر وتفهم مسائل هذا لا يعني حبيت أن نقول بأنه ما هوش غير مفهوم فهم كله يعني ما هوش معناه أنه يصبح القرآن الكريم وكأنك تقرأ في طلاسم بهذا الشكل هذا أنا أظن هذا هو المفهوم الذي قصده هذا السيد هذا لما بعث لك في صفحة الفيسبوك وإذا أخطأت الفهم يعني هذا مسؤوليتي وأتدر له أقرأ أنا وطالع يعني دايما يعني نطلع على صفحة فيسبوك هذه تاعي ولو يعني كالناس يعني هم اللي يخلقوها هم اللي يفتحوها هم اللي ينشطوها لكن أقرأ من حي لأخر كل ما يجي عن المشاهدين والقراء يعني لم يتابعوا هذا البرنامج هذا حقيقة لكن لكن إما أنت سألتني قبل مدى الحصة إلا كان رد قلت لك أنا حتى ننته من نخلص من الحصص هذول اللي بعد تي نواجه أنا دايما نجا بالنس كل يكتبوا لي عبر الإلكترون يعني الإيميل أو عبر للأخ لكن الآن على بل الحصة يعني أول تطلب تحذير تطلب لنا أشياء لكن نعود ورد عبرك الموضوع هذا قنا جدوى يعني معرفة القرآن كما جاء هذا الشيء مفيد جدا بالنسبة للعلم بالنسبة لتحديد التصور نعطيك مثال آخر تكلمنا في الحصص السابقة عن إشكالية وجود في القرآن تلت آية تتحدث عن خلق الأرض ثم سموت في نفس الوقت تجد حوالي في ثلاثين صورة تجد آيات تقول باللي بدأ الله الخلق بالسماوات ثم الأرض وكنت وعدتنا أنك تجاوب ولكن قلت لك بابزلي أنه ما دابنا نشوفه ربما كاش ما واحد عالمه لي يعطينا هذا عندما رحت أنا حبيت نتحقق وكيف تفسير الأول عبر يعني ابن عباس ابن مسعود ابن كاثير البخاري وشي تصيب مثلا حكمت أنا كل آيات هذه جمعت هاري عندي حتى هنا نقدر حتى نقرأها عن الناس لكن ما نطلبوش وما ناخدوش وقتهم الآية اللولة اللي تحدث على خلق بداية الخلق بالأرض ثم السماوات نجدها قلنا في صورة البقرة ابن كاثير والناس اللي سبقوه هو مدة يعني قرون وقرون كلهم وقفوا عند هذه الآية وعطوا التفسير قال لك حقيقة الله بدأ بخلق الأرض ثم يعني ستحان وبعد راح يصنع الإسقف نعم وقلت لك ورطوا النبي صلى الله وسلم يذكروا حاديث يقول راح يسألوا النبي صلى الله وسلم لأنه هذا التساؤل حدث في عهد النبي صلى الله وسلم قالوا لهم كين نوع من تناقض في القرآن يعني إذن النبي صلى الله وسلم قال لهم حقيقة ويذكر الأيام يسمي الأيام يوم الأحد الاثنين ثلاثة الأربعاء الخميس والجمعة الست أيام يقول لك هذي خلقها بالحد والثنين ونحن نعرف وإذا قلنا ديك نهار بللي إذا كانت الأرض يعني مفهوم اليوم يتغير هذين ظننا بللي لأنه نعرف بللي أن القرآن تجد فيه أشياء وتصيبها على الإنسان ليبحث يعني كين عدد من الكتب ويقرأ حتى يسيب أنا أقول لك نقرأ مثلا لبيبل نقرأ ثورات ثورات ونقرأ كتب الأنبياء مثلا زابور داول تحدثنا لديك نهار أو كتاب سليمان هذا يقول له الكليزيس الكليزيس منسوب إلى سيدنا سليم عليه السلام تصيب معطيات في القرآن تصيبها نفس الشي لو نترجم مثلا لك إن واحد عنده يحب يتخصص في الميدان هذا يقرأ واشي يصيب في الزابور في التورات في الإنجيل يصيب عدد كبير من أشياء تتشبه يعني تمشي مع المعطيات القرآنية وهذا ما يحرجين أشيحنا المسلمين لأنه نعرف أنه نحن يعني القرآن هو يعني دايما يعني نفس الرسالة وصححت ما أخطأوا فيه يعني الديانات الأخرى ما أخطأت فيه يعني كان أشياء اللي ما القرآن جابش يصحح كل هذا لكن ما نفاش ما نلغاش كل الكتابات السماوية الأخرى وهذا خلافا شي اللي اللي سمعناه من وحدة أخرى كما تكرمنا قلت لك باللي يعتبر القرآن كناسخ لكل الديانات السابقة إذن قلت لك هاد المفسيرين الأولين فسرو هاد الآية اللي سيبوها في البقرة ومبعدتك يصيبوا الآيات الأخرى كيف يتصرفوا معها يقفز عليها ما يقول ولو تبعتنا يا ابن كثير وحدة بوحدة حطيت أمامي 30 ولا 35 آية اللي تقول بدأة بسماوات ونفتح الكتب تعيب الكثير كي نروح لآيات هادو كلها يقفز عليها أما كينا الآية الثانية اللي تتبت باللي بدأ بالأرض عيوة السماوات نصيبوها في فصيلات هادك عاود يوقف عندها ويعطيها نفس التفسير كيفاش انت تفسر اثنين وتخلي 30 اللي تقول بل يبدأ بسماوات وهذا ليش مسؤولية سيد ابن كثير هذا عمل كل علماء اللي يسبقوها هذه أدلة بعد الأمثلة مدينها احنا الإنسان اللي حبيب حظ المهم من كل هذا أنه اليوم كن نرجع لقضية سماء قضية الكون المفاتيح لأزمتنا لمشاكين التاريخية هو إعادة النظر في السماء علاقتنا بالله سبحانه وتجل تماما ما يقدرش أربي العالمين خلق كل كون هدا باش نعاوض ونرجو وعطينا فكرة عن شساعة لل الكون عن حجم الكون هدا ما عندوش حدود ما كاش ما تقدرش تصورها كيفاش في الدنيا هذي كان غير حنا هذه يعني شي وتسيب يعني في آيات أخرين يقول لك سبع عراضي نعم ويقول لك يعوض هذه الأرض بأرض أخرى ويعني يعطينا فكرة وهو كل شيء منسجم نقول لك ما كان حتى تناقض في القرآن العلم هو اللي يصبح في تناقض لأنه كان ذيق في عهد ابن كاثير اللي قلنا عايش في القرن 14 رابع عشر هذا الميلادي ما عندوش بزافي نعم هذا يعني هو خدم على أساس علم تجاوزه الزمن أما اليوم عندما ندخل المعطيات الأستروفيزية اللي ظهرت ذرك منذ عشرين سنة ثلاثين عام اسمحنا باش نفهموا لماذا نجد هاد الآيتين ونجد الخول وكله منسجم في الحقيقة والكادين نخليها نخليها خلي دبراسهم اكسرسهم كما ناكسرس بعد اكسرسهم يبحث يدبراسهم هذا هو حقك أستاذ نوردين ولكن يعني مدام ما بقناش كثير من الوقت احنا تكلمنا على تصورنا للإله وقلنا تصورنا كذلك لوظيفة الإنسان في الأرض هل تشوف بأنه إذا كان يعني تمكننا احنا كمسلمين اليوم باش نفهموا فهم محين اكتواليزي تاع محين ومستقبالي نعم لأنه مسيرة الإنسان هي راح تتواصل قد تكو سرح يسرى من على قرن هذا اللي كتشفوه خمسة سنة بدون وسائل اللي كانت عنه من علمية إما الآن تعرف رام يخدموه في المن في ممون بوتي رام يوصلوه هذا اللي نانو سيونس ذلك العلم المفاجأة اللي راح تجي من اللي نانو سيونس اللي نانو سيونس هذا هو العلوم اللي تهتم بالشيء اللي أصغر هما عندهم مثلا الوحدة تاع الكيل كيف المكيل المتر المتر هكذا المتر هكذا المتر هكذا يجب تقسم المتر هذا على مليار تصور تصور متر تقسم على مليار هما إذن العلمة تعذر يبحثوا ويشوفوه على مستوى الخاليات للسلول على مستوى البكتيري هدو اللي بدأت يعني ظهرت للمرة الأولى فوق الأرض البكتيري ظهروا قبل كل حيوانات كل كل شي في وهذه البكتيريات هذي متواجدة فينا بالملاير في كل إنسان حامل آلاف الملاير من البكتيريات ومن الجينات هذا كل شي هدو هم يتحكموا يعني العلم اللي يراه جاي في الخمسين يصنع هذا نقول لك وشوفو شو يصنع الإنسان هذو الطيار بدون طيار هذا يعني للسيستام دو تيلي كوموند يعني حاجة الإنسان يتصرر فيها من هنا مثلا نشوفو وحنا عندما يبعتوا مركبة فضائية وتشوفوا لنهزة كين مكتب كين قاعة واش كين أمام العلمات سيب عندهم ديزورديناتور يعني عبز قفلة هاو يتواصل مع الجهاز اللي يرسلوا على أربع كين جهيزار كما في وياجر دو هذي راي على 14 مليار كيلومتر مشات مشات بعيد علينا ب14 مليار كيلومتر في الفضاء وراي تصور في الكون إذن نقدر نقدودك مثلا الإنسان أصبح قتلك ومبدع يخلق أشياء يا هل ترى الإنسان هادي صورة برك هاذا سبحون الناس استعملوها تقدر أنت تصنع حاجة باش تطلب منها تعبدك برك يا هل ترى أنت تقدر إلا خدمتها الروبو إلا خدمت أي شيء يعني إذا السيسم هذول سكانير تعال تطبوله أنت تعمل من أجل تلبية احتياجتك أنت وإحنا شفنا بل الله لم يخلق نحن لأنه في حاجة إلينا محتجناش صحيح لكن إذا كان فهمنا سينوردين بأن العبادة هي يعني إذا كان فهمنا بأن العبادة هي حاجة عند الله سبحانه وتعالجل يعني هو في حاجة إلى عبادتنا هو يقول لا هو يقول لا لكن من جهة أخرى يقول لك ما خلقنا الجنس والإنس إلا ليعبد يعبد كان كيف توافق بين الاثنين صحيح ومن هذا الباب كان التوافق من جهة وكان أمر آخر وهو أننا إذا كان بقينا إحنا أسرى اللفظ وما رحناش دون لا دون 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 هناك رحن نووقعو في إنسيداد ونووقعو كذلك في يعني نوصي فهم معنى العبادة هل هذا صحيح؟ نعم ما هو والدك مثلاً؟ إنسان مثلاً عايش في بلاد ولا إحنا مثلاً عندنا البيترول بسيح ما شيحنا كتشفينه ولا في العربية السعودية ولا في الخاليج كون جاء الأنجليزي هذك ولا يكتشف البيترول والعربي هذك بقري عايش في الارض هذك ويدور تم يتجول يعني بالجملة بس مما صاب ولا بيترول ولا يبحث عندها تصور إنسان مثلاً عندك مثلاً ليرانيوم نعم انت ما تخدمش ليرانيوم لأنه ما عندكش المصطلحات ما عندكش الفهم ما عندكش العلم ليجعل منك تستغل أشياء أراه موضوع يعني في أرضك في بطن أرضك إما هذك العالمي يجي عندك يعرف اليوم يحوس عن لوليتيوم يحوس على واحد دكاتي كاين مواد يعني جديدة لصنع المراكب هذه المركبات الفضائية كاين أشياء يحتاجوها باش يصنعوا الإنسان قولك أنا شوفت مثلاً كاين تشريع في الدول الأوروبية وأمريكا يحرم العلماء من خلق إنسان لكن هما كاين بس أبحاث سرية أرامي وجدوا رحوم باش يحطوا مثلاً لأنه دكوة ما يرقزوا قتلك علام فيني من بتي هذاك وعليه سيرفوا لي تجيوا سيرفوا أما يحوسوا على الروح الروح هذه والراهي الكانسيانس اللام يحوسوا عليها عبر الفيزيكونتيك الفيزيكونتيك يفتشوا يعني عندهم واحد وحد اللي يديرك سخدهوا لكن وضعوا تشريعات باش الإنسان الحالي العلم الحالي ما يصنعش الإنسان أما هما قادر شف درنا دليل كلوناج يختاروا معزة هذيك واسمها هذيك دولي ولا مش عاو اسمها هذيك المعزة هذي ولا للنسانس إن فيترو كيفاش يعني الإنسان هذي قلنا في خمسة سنة واش دار؟ أو في السمارة أو في الأرض راو الهنارة واش راح يدير خمسة لاف سنة؟ والأرض راح يعني الإنسان يصبح هو في حداته خالق يخلق أشياء مبدئة إن أنا أفهم هذا بلي أنا تشجيعا من الله هذي الأمانة الإنسان عنده دور توجه باقي الكون عنده رسالة يؤديها في كواكب أخرى وربما واش ندوك بهذه المعتقادة تعني وغدوة يثبت أنه جاء يجي مركبة فضائية يجي من حضارات أخرى في الكون ويجيت حتى عندنا إحنا كيفاش نعلم أنه نفهمو هذا كل نهار؟ كيفاش نديره؟ كيفاش نتعاملوها مع المعطا؟ طيب لكن اليوم سيد نوردين بكروح نقول لك ما بقليش كثير من الوقت لكن هل ما تشوفش بأنه إحنا على الأقل نفريوها في يعني عالم الشهادة ما زال ما في نهاش يعني ما زال ما تفاهمناش في بعضنا بعض كمسلمين كسنة شيعة ما زال ما خرجناش من بعض الأفكار اللي حسرت الدين هذا في بيت الوضوء ما زال ما خرجناش من بعض الفهوم التي تحاول أن تمارس الويصاية باسم الدين على المسلمين وعلى الدين وعلى الآن هل ما تشوفش بأنه يعني هل تشوف بأنه بحثنا إحنا في الفضاء وفي الفيزيك كونتيك وهذه المسائلة التي لك تحانتها هل ما تشوف؟ مان بحثوش حنا ما يبحثوش هل ما وش سابق لي وأوانه يعني؟ ماش يسابق لي وأنه هدوار شوف مثلنا نحن كل نساعة تعرف دوك باللي مثلا أنترنت هذا كانوا اكتشفوه أمريكا وكانوا يستخدموه وكانوا يستعملوه منذ نهاية الحرب العالمية ثانية نعم أما في حتى سنة تنين وتسعين باش سيد بالكيلينتون قالوا ما راح نصرح لكم انترنت عدو تخدم البشرية كانوا يخدمو به ثلاثة ربع سناء لأغراض عسكرية وما باش تلقونا هذا انترنت سكرم عندهم شيء أضخم ويعني أكبر من الانترنت كان أسلحة هادو تاع الله زير هادو الشيء اللي حاضر نحن برك عندهم ممال السكري سر يعني ما يكشفوش له أنا أحب تقول سيد محمدين بكروح أنه عدم وصولنا لهذا المستوى هذا واختصار وجودنا في الحياة في هذا الواقع اللي عنا عايشينه اليوم سيد تنبيشي كابيطاليا سيد تنبيشي كابيطاليا كلفنا بأمانة أنا ذكرنا الآية وإحنا خونا الأمانة هاد المسلم وش يحب مزروب باش يروح للجنة يقول كي يودي الأرض وهو يفسد في الأرض هاو يفسد في العلاقة التاع ويتحيل يصلي بصح بعد ذلك يسمح لنفسه ويفتل وروحه ويعيش كما يحبه وظادم ويعفسع للناس ويقتل عباده والبشر بداية بإخوانه يعني بالمواطنين اللي معاه ظادم بوحد الحيل ويتحيل وبعد يقول كرب يغافه وروح يرحمله كل شوي ويفاصل يقع ومزروب يروح له باش يزيد تكسل يقول لك للآبد هاد هاد الرؤية خاطئة مستحيل ربي يعمل يخلق الشي هذا الكون باش يجي وحتى الرأس هنا يتكسل ويقول لك هنا باش نصوم شوية ونصلي شوية ورني راح نصيب في الجنة وهواش نصيب في الجنة والله ما تصيب والله أستاذ الله يا ربي كان شيء يعني آخر تأديه لازم الإنسان هذا يتكفل بالآمنة اللي كلفوا بهار بالعالمين وتقبلها الإنسان كمستلح ماش فرض يعني والتزم نحنا معاه عندنا تدور في الكون فهمناه مرحبا الغربيين فهموه رمي مارسوه ما فهمناش احنا نبقى وضحايا كم مرنا ضحايا أنفسنا اليوم عبر الحروب الإسلامية اللي كنا تكلمنا عنها في بداية الحصار قلت بأنه قبلها الإنسان كمصطلح يعني يحب تقول لسينوردين ما كانش عقد بناتنا بين الإنسان وبين الله يعني ماش مفاوضات ماش مفاوضات هو خصصنا ربي العالمين باش اعطانا نحنا العلم وعطانا يعني العقل العقل ليه أشياء ماشي باش نتكسلوا فلاد بعض روح عليه كاتقال جوزية متشوين بعض تروح لهيه وكان هنا أشياء محرمة بعض تصبها لهيه صبح محللة يعني نجاوزوا الأول العلم القادم هو اللي وصل هات درجة في وقتين ما كان الناس تحتاج إلى إلى مبررات إلى فهم إلى يعني إلى حلول إلى ردود الإنسان من اللي خلق في الأرض أي إنسان عنده هات السؤال ما قبل مليون سنة عندما ظهر الإنسان وظهر الوعي ظهر الوعي والمنطق يقول لك كل عبد يشوف الإسماء لماذا واش راني نديره هنا وعليش خلقنا وكيفاش خلقنا هات أسئلة العلم يبحث فيها الآن معنى سينوردين أنت لحد ساعة لأنه المشاهد الكريم راي يقول والله ما يصيب والول هاي لحد ساعة سامحني سامحني لحد ساعة عراك في الميريت هل تقصد أنه الجنة يعني استحقاق استميريت يعني أنه الإنسان بهذه الواقعة على المسلمين اليوم ولو يعني قلنا لا إله إلا الله شهدنا وأمنا بالله وكذا يعني نكون نستهل حقيقة الجنة لا أنا لا أنكر يعني وجود الجنة أو يوم القيامة يوم الحساب لا حبيت أنا لنحارب هنا في ذهنيات قائمة عند كل العرب المسلمين بصفة عامة هذه كما اسمي وإحنا نتلقى عليها في الجزائر اسم أرقدا وتمانجي يعني فلسفة اتكالية نعم إيح شيشة طالبة معيشة يقول لك هنا بانت نتكيف شي مع الإسلام به هكذا نسلك عمري ونروح لهيه نتكسل الأبد قول هذه ما تكونش لأنه يعني الإنسان يشوف للأشياء بصفة أسمى من هذا خلينا نقوله لا تليق لا تليق يعني لازم نقدوا الأمانة الأمانة الإلهية لازم المسلم يؤديها فوق الأرض نعم إذن مشاهدين الكرام الجنة كما يقول سيد نوردين بكروح استحقق استمرت جدارة يعني أنه الإنسان يستحقها بأدائه للأمانة وهذا الأمانة المشاهد الكريم الصوم والحج والشهادتين وأداء الصلاة والزكاة جزء من هذه الأمانة ولكن ليست كل الأمانة وهذا هو ربما الشيء اللي يحب يقوله سيد نوردين بكروح في المسكوتي من خطابه وفي المسكوتي من حديثه اللي رح نطرق فيه في الحوارات المقبلة إن شاء الله إلى الرؤية الاستشرافية للحلول بالإسلام كيف يمكن لنا كمسلمين أن نرتقي إلى مصافي الدول التي استطاعت أن تفتك موقعا بجدارة واستحقاق تحت الشمس وكيف يمكننا أن نتمثل ونجسد الشهود الحضاري يعني لتكلم عليه لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ونقول بأنه يعني وجعلناك خليفة في الأرض وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويقول كذلك أنه يعني في الآية الكريمة ونتكلم لله سبحانه وتعالى عن الشهود الحضاري هذا الشهود الحضاري هو أداء الأمانة بعينها وبها نستحق الجنة عن جدارة واستحقاق وإلى ذلك من حين إن شاء الله أضرب لكم موعدا الأسبوع المقبل في حوار آخر من حوارات الفكر والسياسة مع سيد نوردين بكروح أسعد إذن بلقائكم الأسبوع المقبل إلى ذلك من حين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة